نرجع ثاني لمنتخبنا الوطني وأجواء مواجهة السودان إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يوفق فيها نشوف المؤتمر الصحفي لكيروش وعمر السولاية ما قبل هذه المواجهة ونرجع نكمل كلام تمكننا من استعادة الروح الطيبة لمنتخب مصر أظهر اللاعبون خلال المباراة الأخيرة أنهم يلعبون بروح ولديهم التزام وعظيمة للفوز كان الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو إعادة بناء الثقة أثق أن اللاعبين سيقدمون مباراة جيدة أمام السودان ليس هناك فريق كبير أو صغير نحترم كل المنافسين المهم أن نلعب لنفوز بالمباراة نحن لا نلعب ضد أسماء نلعب ضد فريق كامل يحاول تحقيق الفوز والآخر لذلك ما علينا هو اللعب بشكل أفضل عندما يتم توزيع أوراق التشكيلات علينا من كبل الاتحاد الأفريقي ويظهر بعد ذلك أننا نلعب بطريقة خمسة خمسة صفر فإنني سأكتب ذلك في كتابي الذي أكتبه حالياً عن نكات كرة القدم الاتحاد الأفريقي ليس من يدفع راتبي بدل الاتحاد المصري ولا يمكنني فعل أي شيء لأشرح لهم طريقة لعب المنتخب بعد كل مباراة ولكنني سأكون سعيداً من مساعدتهم قبل ذلك كنا نعلم أن هناك محترفين في مجال الصحافة ويعلمون جيداً كيفية قراءة المباراة التي يكتبون عنها ولكن الآن علينا أن نشرح طريقة اللعب للاتحاد الأفريقي الأزمة بالنسبة لي هي إذا قدمت تشكيل منتخب مصر قبل المباراة بساعة ونصف فلا أعرف إلى أي يد ستصل هذه الورقة ربما ستكون في يد خصمنا أنصحوا الاتحاد الأفريقي بتوظيف خبراء لقراءة المباراة ووقتها ستفهمون الطريقة التي نلعب بها نحن نحترم الآراء المتواضعة وقرة القدم هي لعبة أخطاء وآراء وهذا هو رأيي العالم تغير وأيضاً قرة القدم والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو النقد الموجه لنا كمدربين ولكننا لسنا صحرة فهم يوجهون لنا الانتقادات خلال وسائل الإعلام وشاشات التلفزيون وهذا جزء من العرض الذي نقدمه ونحن مستعدون له ونبذل قصارى جهدنا الشيء المهم هو جمع النقاط من أجل التقدم إلى الدور التالي نحترم كل المنتخبات المشاركة في البطولة ونركز دائماً على تجهيز التشكيلة الأمثل لكل مباراة سعداء بعدم موجود حالات كورونا في قائمة منتخب مصر وجهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام السودان والتأهل إلى الدور المقبل لدينا بعض الإصابات خاصة في خط الدفاع فقدنا ثلاثة لعبين لكن الجميع مستعد للعب غدا ولديهم الكثير من الحماس للظهور بشكل رائع تخيل أن يأتي فريق للعب كأس الأمم الأفريقية وبعد مباراة واحدة يفقد ثلاثة مدفعين أساسيين ليس من الساعة الإجراء تغييرات لكننا نمتلك لعبين موهوبين ستكون مباراة دير بطبع مباراة قوية في بطولة أفريقيا لا يوجد مباراة سهلة نحن إن شاء الله نلعب على المكسب كل العباء مركزة أنها تطلع أقصى حاجة عندها إن شاء الله نعمل أداء أحسن من المباراة التي فاتت ونقدر نحقق الفوز هذا أهم حاجة بالنسبة لنا وإن شاء الله ستكون مباراة قوية وإن شاء الله يكون التوفيق من نصبنا طبعا إحنا منتخب مصر كل الناس عارفة قيمة منتخب مصر إحنا كالعيبة عارفين قيمة شرطة منتخب مصر إحنا موجودين في البطولة إن شاء الله عشان نلعب على البطولة الآخر يوم حلم لنا طبعا كالعيبة وكمجموعة لعبين إن إحنا مع وجود مدرب اسم كبير في كرة القدم إن إحنا إن نقدر نطلع أقصى حاجة عندنا إن شاء الله تكون البطولة من نصبنا هنحارب عليها بإذن الله إحنا واخدنا خطوة خطوة مباراة مباراة إن شاء الله كل تركزنا في مباراة بكرة وبعد كده نفكر في اللي جاي اشتركوا في القناة